بعث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح أسيسي بالصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة ذلك لمناسبة حلول العام الميلادي الجديد بهذه المناسبة عبر مدبولي عن أخلص التهن القلبية وأصدق التمنيات للرئيس أسيسي دعينا الله عز وجل أن يبارك جهود سيادته ويسدد خطاه وأن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار في البرقية أيضا جدد مدبولي العهد ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء سعيا لتحقيق ما يطمح إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار ترجمة نانسي قنقر